بالأستاذ الشيخلي لابد من بعد سياسي في كل قضية أنا أظن حتى إحنا من نشرب شاي نخوطة هي سياسة بشكل أو بأخر أذا أريد أن نعلل بهالشكل أما هذا الموضوع ممكن أن يحمل بعد سياسي حسب نظرية المؤامرة وممكن أن لا يحمل بعد آخر الحقيقة ما أتفضل به الأستاذ الشيخلي خلاف له بعد سياسي لا فيما يخص موضوع الاحتياط النقدي الاحتياط النقدي لا يخصص أصلا لأجل دفع رواتب الموظفين الاحتياط النقدي عادة هو شو نتكون هسا الاحتياط النقدي الاحتياط النقدي عادة العراق يبيع بس نفط من حمد الله يعني موازن تم دع النفط هذا النفط ينبع بالدولار الدولار هذا هو حصة الحكومة العراقية يودع بالبنك المركزي العراقي الدينار العراقي هو ملك للبنك المركزي يملك كمية الدينار هذه الموجودة فيبيع هذا الدينار على الحكومة العراقية وهو يبيع الدولار بعدين بالمزاد ما يسمى بالمزاد حتى يرجع هذا الدينار ما لو ينطي بهاي العملية البنك المركزي العراقي اللي فادها مش ربح يجمع منه هذا ما يسمى بالاحتياط النقدي هذا الاحتياط النقدي هو يجب أن يكون هناك غطاء فقط من النفط حاليا النفط يشكل أكثر من 93% من موارد الموازنة العراقية نعم يشكل جزء بسيط بسيط الحكومة العراقية تبيع النفط الخام إلى الخارج لكنه تبيع نفط مكرر في الداخل بين المستورد وبين اللي هي تكررة هذا النفط اللي يباع بالداخل دخله السنوي إلى الحكومة العراقية ما يقارب أكثر من 14 رليون دينار عراقي منها حوالي 4.5 رليون دينار عراقي موازنة تشغيلية لهذه العملية عملية تكرير النفط وبيعه وحمال فصافي ما يدخلها تقريبا حوالي 10 رليون دينار عراقي سنويا من بيع تكرير النفط الخام في داخل البلد هذا ما سمعنا أحد من الحكومة أو هذا ذكره بالرقم نعم هناك غموض غموض لكن أن اليوم نحسب الاحتياط النقدي كمورد للموازنة أو لدفع الرواتب هذا مو صحيح الاحتياط النقدي المفروض جزء منه يغطي العملة يعني نحن من يوصل اليوم مثلا عندنا نحن العملة العراقية الموجودة المتداولة في السوق تعادل حوالي 37 مليار دولار أمريكي اليوم من يوصل الاحتياط النقدي إلى حوالي 100% من قيمة العملة البنك الدولي وصندوق النقدي الدولي يدق جرس الإنذار